أنا بصراحة مش فاهم الموضوع ده إحنا هنا في قناة بسيطة وعايزين نتكلم عن حاجة غريبة قوي بتوع التكنولوجيا دلوقتي قادرين ينقلوا كلامك ويغيروا صوتك وكأنك شخص تاني حاجة غريبة جدا خلاص أنا هطلب من البرنامج ده يقلد صوتي ويقول أنا مش محمد هنيدي عشان الناس تبقى مشوشة الموضوع ده خلاني أفكر في أيام المدرسة لما كنت بقلد صوت المدرس بس دلوقتي هيقلدوني يعني لو عايز أعمل مشكلة لحد هقدر أستنسخ صوته وأقول أي حاجة ده أسوأ من إنك تلاقي نفسك في فيلم خيال علمي أنا مش عارف الزكاء الصناعة رايح بيني على فين زي ما سمعتم الأمثلة السابقة في فيديو اليوم حنستعرض كيفية نسخ الأصوات بمنتهى السهولة من مقطع صوت لا تتجاوز مدته 30 ثانية بالزكاء الاصطناعي مش بس كده هتقدر كمان تحول النص العربي لصوت من الصوت الجديد المستنسخ ده غير مميزات تانية كتير حنستعرضها في برنامج اليوم لكن قبل أن تتفرج ما تتساش الاشتراك واللايك والشير لأن دعمكم بيسعيدني على الاستمرار في تطوير المحتوى للأفضل يلا بينا نبدأ الفيديو البرنامج الرائع اللي بنتكلم عليه النهاردة بيجمع بين العليب من المميزات وبجودة عالية جدا أهمها تحويل النص إلى صوت وده عن طريق الاختيار ما بين أكتر من 3000 صوت يشملهم هذا البرنامج ويدعم أكتر من 100 لغة مختلفة صوتك أو صوت أي شخص آخر وده عن طريق مقطع صوتي ممكن لها تتجاوز مدته 30 ثانية وبدقة عالية جدا ده غير مميزات تانية كتير زي إزالة الضوضاء أو توليد أغاني راب بالزكاء الاصطناعي أو تحويل الصوت إلى كلام والبرنامج اللي بنتكلم عليه النهاردة اسمه iRocket VoxDocker تقدر تنزله عن طريق الرابط اللي هسيبه لك في وصف الفيديو لما تدخل على الرابط هتضغط على TRIED FREE وحقول لك الفرق ما بين النسخة المجانية والنسخة المدفوعة هتضغط على install لتثبيت البرنامج البرنامج لما بتفتحه أول مرة ده بيكون شكل الوجهة الرئيسية بتاعته علشان تبدأ الاستخدام لازم تعمل حساب الأول هتضغط على الإيكونة دي وممكن تستخدم حسابك على جوجل ممكن كمان لو حابب تغير الوجهة لللغة العربية عن طريق الضغط على إيكونة الإعدادات ثم language ثم تختار العربية الفرق ما بين النسخة المجانية والنسخة المدفوعة إن النسخة المجانية بتديك حوالي 5000 حرف وحوالي 5 دقائق من تحويل الكلام إلى نص لكن استنساخ الأصوات متاح فقط في النسخة المدفوعة أنا طبعا هنا النسخة بتاعتي نسخة مدفوعة فحقدر أوريكو إمكانيات البرنامج كلها وإنت بعد كده تقدر تكرر إذا كنت عايز تشتري النسخة الكاملة ولا لا أول ميزة حنجربها هي تحويل النص إلى كلام حنلغط على تغيير الصوت عشان نختار الصوت واللغة بتاعتنا من هنا بقدر أختار اللغة زي ما أنتو شايفين كمية اللغات الكتير جدا اللي بيدعمها هذا البرنامج وبيدعم أكتر من بلد عرب هاختار مثلا العربية مصر طبعا الأصوات اللي عليها العلامة دي بتبقى متاحة فقط في النسخة المدفوعة أي صوت عجبك ممكن تجربه الأول بالضغط هنا طبعا زي ما أنتو سمعين الصوت جيد جدا هاختار استخدم وهنا طبعا هدخل النص بتاعي أنا طبعا حاولت إن أنا أستخدم كم كلمة كده بالعمال المصرية عشان نجرب ثم توليد في الفيديو ده هنعرض لكم طريقة تحويل النص إلى صوت عربي بلهجتنا الحلوة لو حابب تجرب بنفسك تابع الفيديو للنهاية واستمتع بالمفاجآت طبعا مش محتاجة علق على الجودة ممكن كمان لو رجعنا لقيمة الأصوات المتاحة هنجد العديد من الأصوات متر اتبع حسب نوعها يعني مثلا زي أصوات مشاهير أو شخصيات ريفيزيونية أصوات لها علاقة برسوم متحركة والكرتونية ممكن مثلا نجرب الصوت بتاع سبونج بوب ده استخدام تعالوا نجرب نغير الكلام بندحرج التماسي على أحلى ناس في الفيديو ده هتعرفوا إزاي نحول النصوص لصوت عربي سلس وطبيعي باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي مستنيين إيه؟ لايك وشير بسرعة ولا غلطة روعة بصراحة النتيجة بالنسبالي مبهرة اللي بيميز كمان البرنامج ده بالنسبالي أكتر وأكتر هو بعض الإعدادات اللي موجودة هنا يعني مثلا عندي حاجة اسمها مبالغة لو ضغطت عليها وزودت القيمة شوية هيبقى فيه مبالغة أكتر في التعبير والسرعة والتون لو أنا كمان حابب أن أنا أضيف موسيقى مع الكلام ممكن أختار أي قطع موسيقية من القطع موسيقية الجهزة دي مش بس كده أنا أقدر كمان أدمج أكتر من متحدث يعني لو ضغطت هنا أضافة سطر أو أضافة متحدث ممكن أضيف شخصية تانية ترد على الكلام اللي قدته الشخصية الأولانية يعني أعمل ديالوج اتنين بيردوا على بعض مثلا ممكن أختار صوت الشخصية دي إما الصغيرة مرحبا يا أصدقاء لقد عدت مع برنامج تعليمي ممتع ثم استخدام مثلا كتبت الجملة دي ممكن أقوله توليد عشان أولد الجملة دي بس أو توليد الكل عشان أولد كل الكلام اللي بتقوله كل الشخصيات فلو دوسنا هنا تعالوا نسمع كده طب يلا مستنى إيه اشرح لنا بسرعة الصوت فعلا طبيعي وتلقائي كأنه صوت طفلة صغيرة لو حابب أن أنا أحفظ الملف النهائي حضعت على الزرار ده ممكن أقسمهم لأكتر من ديالوج بأكتر من ملف أو أدمجهم في ملف واحد ممكن أختار الصيغة سواء كانت ويف أو MPS3 والمكان ثم تأكيد لحفظ الملفات ممكن كمان توقف على كل ميزة من دول حتلاقي كاتب لك لها شرح بالعربي هي بتعمل إيه بالزبط سواء كانت القيمة زيادة أو قليلة كمان لو قفت في أي حتة وسط الكلام وضغطت على إيقاف ممكن تخلي الشخصية توقف كلام لفترة زمنية معينة مثلا ربع ثانية بحيث تستخدمها كفواصل بين الكلام تاني ميزة عندي وهي ميزة استنساخ الصوت حضغط عليها ثم إنشاء استنساخ جديد ممكن تقوله تسجيل مثلا لو أنت عايز تستنسخ صوتك أو تحمل ملفات لشخصية تانية أنت عايز تعملها استنساخ للصوت لو ضغطنا عليها عندي نموذجين واحد متعدد اللغات وده بيدعم اللغة العربية واحد تاني متخصص أكتر في اللغة الإنجليزية لو ضغطت هنا ممكن أرفع ملفات للصوت اللي عايز استنسخه من على جهازي أو ممكن استخدم الاختيار ده علشان استخدم ملفات من مصادر خارجية زي اليوتيوب مثلا هفترض أن أنا عايز استنسخ صوت الموزيع الشهير عمر أديب بعد ما جبت مقطع صوتي ليه عن طريق الضغط هنا هلغط هنا تاني وبختار المقطع الصوتي بيقول لي جاري التحسين عشان يحسن المقطع الصوتي ده قبل ما نستخدمه بعد ما بيخلص عندي اختيار تقليل الضوضاء علشان يحسن المقطع أكتر ممكن كمان بالضغط هنا أن أنا أختار جزء معين من المقطع الصوتي ثم هضغط على بدء الاستنسخ مسته أنه مخدش معايا نص دقيقة ممكن بعد كده أغير اسم الصوت المستنسخ هنا سميته مثلا عمر أديب ثم هضغط على استخدم علشان استخدم هذا الصوت ده النص الجديد بتاعنا ممكن مثلا أعمل ميزة إقاف عشان أعمل إقاف لمتحدث بقيمة مثلا ربع ثانية هنا وهنا أيضا ثم توليد هنتعلم النهاردة طريقة استنسخ الأصوات العربية بأسهل وأسرع طريقة ممكنة وبدون استخدام البتاع ده اللي اسمه 11 Labs انت لسه بتتفرج اجري بسرعة اعمل لايك وشير للفيديو طبعا نتيجة جيدة جدا لو خدت بالك أن الصوت المستنسخ حتى بيديك الإيحاء أن الشخص وهو بيتكلم بياخد نفسه ودي طبعا بتدي طبيعية أكتر في الصوت طبعا الثلاث إعدادات دول بيفرقوا معنا جدا بالنسبة لي كان أحسن إعدادات لهم الاستقرار 100% والتشابه 100% والمبلغة 0 ممكن كمان تستخدم ميزة الاستنسخ الصوتي في أنك تستنسخ صوتك يعني ممكن نضغط على إنشاء استنسخ جديد ثم تسجيل كل ما عليك هو أنك تضغط على تسجيل ثم تقرأ القطعة اللي بالعربية قتامك دي تعالوا كده نجرب ده جزء من تسجيل الصوتي بتاعي هل تعلم أن عينيك لا تشعر بالبرد؟ يحدث ذلك لأن هناك أعصاب فقط على سطح العينين ثم حضغط على إرسال بيعمل نفس الكلام تحسين للصوت طبعا هو هنا دني ثلاث قطع مختلفة باللغة العربية علشان أقرأهم وسجلتهم ثم بعد كده حضغط على بدء الاستنسخ أرجع بقى أسمي الصوت ده بسيطة تيوب ثم استخدام ثم توليد هنتعلم النهاردة طريقة استنساخ الأصوات العربية بسهل وأسرع طريقة ممكنة وبدون استخدام البتاع ده اللي اسمه 11 Labs انت لسه بتتفرج اجري بسرعة اعمل لايك وشير للفيديو والله هي نتيجة مبهرة جدا أنا بفكر استخدمه في كل الفيديوهات اللي جاية بالنسبالي وفعلا قدرت أن أنا استنسخ صوتي في أقل من دقيقة وبجودة عالية جدا طبعا أي ملف من ملفات الصوتية اللي تم تحويلها لو عايز تحفظه على جهازك حتضغط على تصدير أيضا برنامج فوكستوكر في بعض المميزات الأخرى زي مثلا تغيير الصوت دي عن طريقها بتختار صوت من الأصوات دي وتديله ملف صوتي ويغير لك الصوت لكن في ميزة تانية ملفتة للانتباه وهي ميزة تحسين الصوت ودي بتقدر عن طريقها أن انت تحسن جودة أي مقطع صوتي ممكن تختار اختيارات من الأربعة دول تقليل الضوضاء يعني مثلا لو مقطع صوتي زي ده في دوشة كتير ده بعد طبعا شال كل الضوضاء اللي في الخلفية أو تحسين جودة الصوت ده قبل الصوت سايق جدا ده بعد أتحسن كتير تنقية الكلام عشان يخلي مخارج الألفاظ في التسجيل أفضل فطبعا الأربع مميزات دول جيدين جدا فتحسين جودة أي صوت أيضا في مميزات أخرى موجودة في برنامج زي تحويل الكلام إلى نص ويداعا فيها اللغة العربية أو عمل أغاني راب بالزكاء الاصطناعي مثلا لو ضغطنا عليها كتبت له هنا مثلا أغنية بالزكاء الاصطناعي ثم إنشاء الكلمات هيصنع لك كلمات الأغنية ثم استيراد كلمات الأغنية بتختار من هنا الإقاع ومن هنا الصوت مثلا هاختار ده ثم توليد وده مثال للأغنية النهائية طبعا نتيجة رائعة جدا ولكن للأسف من تجربتي لهذه الميزة بالذات هي لا تداعم اللغة العربية ولكن نتيجها في اللغة الإنجليزية أكتر من ممتازة البرنامج طبعا زي ما قلتلك عشان تستمتع بكل مميزات الرائعة اللي فيه لازم تشتري النسخة المدفوعة خاصة ميزة نسخ الأصوات بيقدموا أكتر من خطة مختلفة كل خطة لها مميزات عديدة يعني مثلا لو اشتركت في الخطة السنوية دي هتقف عليك بحوالي 45 دولار يعني ما يوازي 19 سنت في اليوم بكده نكون انتهينا من الفيديو النهاردة أتمنى ان انتم تكونوا استفدتم الفيديو لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والشير لأن ده بيساعدني على الاستمرار في تطوير المحتوى للأفضل واشوفكم في بيديو جديد إن شاء الله